نقول بسرعة عشان نخلي جزء الأكبر للحلول إن وضع الاقتصاد المصري إيه الملامح بتاعته لما دخلت علينا الكورونا أنت كان عندك تحديات كبيرة أول واحدة فيهم إنهوت نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي أكبر بلد في الأسواء النشأة في العالم من حيث حجم الدين حنا شايفين مصر في المركز الأخير مركز الأخير حجم الدين للناتج المحلي للناتج المحلي الإجمالي تقريبا 100% دلوقتي تقريبا 100% يعني ديونك قد دخلها قد دخل قد الناتج المحلي الإجمالي بتاعك صح عندنا أكبر تاني أكبر عجزة موازنة في الدول العالم كلها برضو بعد كرواتيا عندنا السلايد اللي بعديها كان أعلى سعر فايدة حقيقي في العالم أعلى سعر فايدة حقيقي في العالم يعني الناس كان بتاخد على الدولار 43% لا مش الدولار ده الجنيه المصري والحقيقي يعني الحقيقي يعني بعد التضخم يعني فيه دول بتدفع 45% فوائد لكن التضخم عندها 57% لكن إحنا كنا أعلى سعر فايدة حقيقي في العالم فكنت كمان اللي بعديها بعد إذنك أقوى سعر عملة حقيقي في العالم أعلى سعر فايدة وأقوى سعر عملة الاتنين دول مع بعض جابوا لنا السلايد اللي بعديها على طول جابوا لك 35 مليار دولار اللي هي الهوت ماني فجأة بقى عندك فلوس مش بتاعتك جاية بسرعة تستفيد من الفايدة بتاعتك من الفايدة وسعر الفايدة وسعر العملة وبتطلع وانت مسبت لها كمان سعر الطلوة وده خطأ طبعا من ناحية العلمية فالكامسة وثلاثين مليار دولار دول ادونا إحساس ان احنا عندنا معانا فلوس عملنا الغلطة بقى الكلاسيكية المفروض بتتدرس في كل الكتب اللي اقصاد في العالم والتمويل انك انت متمولش ده الخطأ الوحيد تقريبا اللي اتحمل في مصر متمولش لونج تيرم بروجيكت بشور تيرم ديت دي كلها شور تيرم دي كلها حاجات داخل ديون قصيرة الأجل ديون قصيرة الأجل دايما فما تمولش مشروعات طويلة الأجل ديون قصيرة الأجل وقال لي هيحصل ايه هيحصل زي ما حصل بعد كده انه لقيت فجأة لقيت فجأة عليك مية ودلوقتي خمسين حاجة وخمسين مليار دولار ديون مش ماتشنج اي ارادات جاينا من الفلوس اللي احنا صرفناها وبالتالي اعتقد ده ممكن الخطأ الوحيد اللي اتعامل في الاقتصاد المصري في الفترة لفاتت عندنا طبعا برضو احد المشاكل انخفاض ارادات الدرائب بالنسبة للناتج المحلي يعني المفروض الناس بتعمل حوالي خمسة وعشرين في المية ارادات درائب انت اللون الأحمر ده حوالي أربعتاشر في المية واخد بالك دي معناها ان حصيل الدخل للدولة قليلة لانه الدولة ما بتحصلش كل الدرائب اللي المفروض تدمح لانه فيه اندرجراوند ايكونومي انا كنت فاكر جايك كده انا كنت فاكر ان هو بسبب بس الاندرجراوند ايكونومي انما انا اكتشفت ان ميزانية الدولة فقط اللي بتقع تحت سيطرة البرلمان ووزير المالية 48% من ارادات الدولة 52% هيئات اقتصادية وجهات اخرى وجهات خارج ودي قالها الدكتور معي اتنفسه قريب قال لك انا بس 48% فالدخل بتاعي اللي تحت سيطرة وزير المالية 48% من دخل الدولة معين من صفات والباقي فين ما انا بقول لك هيئات من هيئات المجتمعين الامورانية الجديدة كل الحاجات دي كل هيئات الاقتصادية فيه حاجة وخمسين هيئة اقتصادية ودرم الفرور القريب يعني لا ما عندكش كنترول عليهم خسر كسب فين البرلمان فين الوفق له على الموازنة بتاعته فين الكلام ده كله برا الانتحاد فاحنا عندنا مشكلة تخلل في الاقتصاد المصري في الخفاض نسبة وده دخل مهم دخل مهم جدا بدرجة ايه يا عمر بدرجة انه مية في المية من ارادات الدولة اللي هي دي بتسدد الدين بتسدد الدين يعني ارادات الدولة كلها بالكامل مية في المية بتسدد بس الدين الدين فما يبقاش حاجة علشان ناكل ونشرب 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 ومرتبات ودعم وتعليم وانفق على الاستثماري طب لانا كنت تفكر ان الموازنة تلتها دعم ده زمان ده على قديمه كان ايام التلت والتلت مش كده لا لا خلاص ده بقيت 100% فانت بتقولي ان مية في المية من دخل الدولة بيدفع ديون بيدفع ديون اقصات وفوائد اه يعني اه اللي هو بتدفع جزء من الدين وفوائد الدين بالضبط كده فلو احنا مثلا للتبسيط المخل بيخشلنا في السنة 1000 جنيه انت بتقولي ان مصر في السنة بتدفع ال 1000 جنيه دي كلها ديون وفوائد بالضبط كده وبعد كده لازم تدور بقى تاكل مية يعني تعمل اي حاجة تانية منها بتسأل وزير المالية طب هتعمل ايه قال له هالسلف هالسلف ما عنديش اي حاجة تانية يفضل عندي دايما عجز في الموازنة بقى كيف يقولك انت كاني اكبر بلد في العالم من حيث نسبة عجز الموازنة الى الاجمالي الناتج المحل طيب ادينا بعد كده ابتدى جينا تحذيرات من جهات دولية ومؤسسات دولية كتير اخدوا بالكو كاري ريسك الايجيبت سورينج ريتس اللي سعر الفايدة العالي ده فيه مخاطر لكن فيه مخاطر اللي بعدها برضو نفس الحكاية تحذيرات بقى ده كلام ده من 5 ستمبر 21 اه ودي هي مصر فوق خالص 21 يوليو 20 20 اه دي يقولك مصر اكبر بلد اكبر بلد العالم فوق من حيث خطورة قدرتها على سداد القروض بتاعتها يعني كلها تحذيرات من المؤسسات دولية ف لبعديها مفلق ودي نمورة كمان تقولك دي لسه رايب بقى ده نوفمبر 21 كام شهر يعني اربع دول نشيئة معرضة لما خطر العملة بينها مصر وتركيا ده كان قبل ما الاموال السكنة تجري اه فكان بيحذرنا وقبل الحرب وقبله وقبله اه بس كان فيه تحذير دايما احنا داخلين في مرحلة خطر طيب دخلت الحرب بتاعت روسيا واوكرانية برضو مش عارف يعني الواحد مش عايز يبقى مقبض لكن كاتب لك هنا ان مصر هي اكبر بلد في العالم معرضة شايف تحت هناك خالص معرضة لمخاطر الحرب الروسية الاوكرانية اكبر بلاد العالم يعني يعني وعلى شان السياحة اه فمصر جاية زي ما حين شايفين اطول عمود اللي هو في الاخر ده بزبط مصر اكتر دولة ممكن تبقى للرأي ده انه يتتأثر سلبا بالحرب الروسية الاوكرانية اه بزبط عشان الناس اللي تقعد تقولوا احنا مالنا وما الحرب والحرب دي يعني احنا مالنا وما لها دلوقتي ابتدوا يفهمهم طبعا وطبعا فيه بلاد استفادت زي الارجنتين وبتاع اللي هي بتصدر بقى اللي هي حلة محل روسيا واوكرانيا فيه التصديق اللي هو خد حبوب خد قمح خد دورة بالضبط وإحنا بنستورد صح صح اللي بعديها من فضلك طبعا من ضمن برضو تحديات اللي موجودة دلوقتي هذا خبر مريب انه ده مبارح او قول مبارح واحد يقول يقوليه انه بخروج الهوتماني ده هوت الاصول الدولارية في البنوك المصرية بقت نيجاتيف بستاشر مليار دولار يعني ايه يعني مالهم مالهم اقل مما عليهم بالدولار بستاشر مليار مديونين يعني مديونين النظام المصرفي مديون بستاشر مليار دولار وده يبقرر ليه عشرات او مئات المصانع وقفت مفيش دولارات لفتح اعتمادات مفيش 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 هو البيان ده طالع من البنك المركزي اظن مشكلة اه طبعا هو اللي بيحصل متراجعا للشهر التامن على التوالي اه خلينا نوقف هنا اه اه او اقلب اقلب لو سمحت برضه بسرعة خلينا نخلص من الهوة اه لا الحقيقة مش هي دي دلوقتي لا مش دي دلوقتي خلينا خلينا انا هتكلم من جير من جير دي عندي مهمة اوي فيه انخفاض نصيب القطاع الخاص من حجم الاستثمارات السنوية فيه برضه فيه رسم بس مش عارف اه اه انا حطه عندي كان نمراستة معرفش هنا حطوه كام انما بيبان انه هتولنا يا جماعة السلايب بتاع القطاع الخاص القطاع الخاص كان نسبة من الاجمالي يعني كانت في الاول سنة 2014 فيه انكماش اه لا لا مش ده لا مش ده ده عدد انواع الدرائب لا انت بس مش حطينا بالترتيب اللي انا حطه اصلا مش مشكلة خلينا نقول انه كان من ست سبع سنين كان نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات 64% والحكومة 26% تنت الحكومة ظاهرة اللي بنسميها كراودينج اوت الحكومة ابتدى نصيبها يزيد في الاستثمارات وينكمش القطاع الخاص للشهر 18 على التوالي بحيث نفضل في الاخر دلوقتي عندنا فقط 25% اللي هو تبادل الكراسي انه بقى القطاع الخاص الربع والدولة التلت تربع بالزبط ف ده برضو عندنا قدى الى تطور شكل الدين الخارجي بتاعنا كنا 40 مليار سنة 2014 بقنا 160 مليار ابتدنا البنك المركزي ابتدى يحس ان فيه مشكلة فيه الدولار وابتدى يعقد عمليات فتح الاعتمادات وكلام ده كله حنشوف في الحلول نقدر نعمل ايه لكن نضرة الدولارات وقرارات البنك المركزي الاخيرة خلت ان فيه ناس قاعدة تشوف تشوف يا عمر الاقتصاد يبدأ بالتشغيل وينتهي بالتشغيل اخر حاجة انت عايز تشوفها واحد عامل ما عنده شغل ظهره للحيط وما عنده شغل ومش لاقي يأكل ولاده وعيلته ده مشروع قنبلة موقودة طب يمكن دي من الارقام الكويسة اللي احنا عملناها ان الدولة دي تقدرد في الكم سنة اللي فاتت تقلل مستوى البطالة يعني او تحافظ على مستوى البطالة انما مع المصانع اللي وقفت في الفترة الاخرانية مع قيود بتاعت الاستيراد حتى قطع الغير دلوقتي والمكان مش معتبر مستلزمات انتاج وبالتالي مستبعد فبقولك في عشرات مئات المصانع مش عشرات مئات المصانع قفلت او تبطقت او قدت اجهزات للعمال فالوضع بقى يعني الى حد كبير مؤلع اصبح كمان اخر حاجة صعوبة الاقتراض من بره لان النيجاتيف بره معندوش الاوتلوك بتاعك بقى نيجاتيف في كمان بره طبعا بقت قدرته محدودة انما الاوتلوك بتاعك في موديز قريب لما بيقيمونا قالك تحول من مستقر الى سلبي فابتديت تبقى وده خلى الورقة بتاعتنا البونز بتاعتنا كلها بعد ما كانت مئة دولار بقى بخمسين في الاسواق اللي برا ف عندنا كمية مشاكل متراكمة او تحديات نقدروا عليها متراكمة قدت في الاخر الى ان البورصة المصرية خدت اسوأ بورصة في العالم للعام التاني على التوالي اسوأ بورصة في العالم خليني